مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها السجن لقاضي ومستشار جماعي بهذه التهم الخطيرة أدانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط بالسجن في حق قاضي باني ملال رفقة نائب رئيس جماعة الفقه بن صالح متهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة باني ملال وقضت غرفة الجرائم الأموال بهذه المحكمة حسب المصادر بالسجن 5 سنوات في حق قاضي باني ملال وخمس سنوات لنائب رئيس جماعة الفقه بن صالح وكانت النيابة العامة وجهت للمعتقالين تهم الارتجاء عن طريق طلب مبلغ مال مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته والمشاركة وكانت عناصر الفرق الوطنية للشرطة القضائية أوقفت مستشارا جماعيا وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئنافة ببني ملال في يونيو 2022 متلبسين بتلقي رشوة تقدر بحوالي 18 مليون سنتيم وجاء إيقاف المعنيين بالأمر بعد أن صبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا نوصف بالمحكم أفضاء الاعتقالهما بإحدى محطات الوقود وقد تم إيقاف المشتبه فيهما بعد اتصال مواطن بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة ذكر خلاله أن المعنيين بالأمر يبتزانه مقابل خدمة قضائية